هنا عندنا قيمتين وليكن عايزين ندمجهم في قيمة واحدة من التوبلز بالشكل ده يعني عندنا قيمة وكل عنصر فيها عبارة عن توبل وفي أول توبل هنحط العنصر الأول من كل قيمة مثلاً ون وعشرة وبنفس الطريقة في التوبل الثاني هنحط العنصر الثاني من كل قيمة وفي التوبل الثالث هنحط العنصر الثالث طيب ازاي نقدر ندمج القيمتين في قيمة واحدة بالطريقة دي في الحالة دي مش هنقدر نستخدم سواء الماب فانكشن او الليست كومبريهنشن لان الاتنين دول بيشتغلوا على لست واحدة او اتيرابول واحد بس لكن هنا احنا بنجمع اكتر من قيمة علشان نعمل ده هنستخدم دلة مدمجة اسمها زيب فانكشن فهنكتب دلة الزيب شوف الدلة دي بتاخد اكتر من اتيرابول وبتدمجهم بالطريقة اللي وضحتها لك فهنمرر الليست واحد والليست اتنين وخلينا نطبع النتيجة في الترمنال شوف النتيجة بترجع لنا زيب اوبجيكت اللي هو برضو اتيرابول فممكن نعمل اتيريت عليه او نمرره مباشرة لدلة الليست علشان نحوله لقيمة ودلوقتي خليني اوضح لك حاجة حلوة زي ما شفت دلة الزيب بتاخد واحد او اكتر من الاتيرابولز يعني مش لازم تكون قيمة ممكن كمان نمرر سترنج زي ABC ونشوف النتيجة شوف دلوقتي السترنج ABC تم توزيعه على اكتر من طبل في القيمة الجديدة دي حاجة قوية جدا لو عايز تعمل نفس الحاجة في لغات برمجية تانية هتحتاج تكتب كود طويل لكن في بايسون ممكن تعملها في سطر واحد بس في البرمجة عندنا كمان data structure شائع جدا وهو الليستاك واللي تقدر تشبهه بكومة من الاشياء مثلا محطوطة فوق بعض في العالم الحقيقي تخيل معايا لو حطيت عناصر فوق بعض بالشكل ده بالطريقة دي العنصر اللي بتحطه على الكومة من فوق هو اللي بتشال اولا لو حبيت تشيل من العناصر دي بعد كده يعني وده بيمثل مبدأ بنسميه الليفو او الليفو يعني آخر عنصر داخل هو اول عنصر خارج المثال ده شائع جدا في التطبيقات الواقعية زي المتصفح بتاعك كلما تزور موقع جديد المتصفح بيحفظ جلسة التصفح بتاعتك في ستاك بالترتيب لما تضغط على زر الرجوع المتصفح بيرجعك للموقع السابق او اخر صفحة انت زورتها خليني اوضح لك ده هنتخيل اننا هنبدأ بستاك فاضي في البداية ودلوقتي هنقول اننا زورنا موقع رقم واحد وهنا ممكن يكون عنوان الموقع لو كنت بتبني متصفح حقيقي ولكن للتبسيط بس انا بستخدم ارقام بعد كده هنتخيل اننا هنزور موقعين كمان اتنين وثلاثة بالشكل ده طيب لما نضغط على زر الرجوع المتصفح هيشيل العنصر اللي على قمة الاستاك اللي هو الموقع اللي انا فيه حاليا ويرجعنا للموقع اللي قبله ولو ضغطنا على زر الرجوع كذا مرة هنلاقي نفسنا في استاك فاضي ساعتها المتصفح هيقفل زر الرجوع وهتلاقيه اختفى من عندك وده هو طريقة عمل الاستاك last in first out دلوقتي خليني اوريك ازاي تستخدم الاستاك في بايثون ببساطة تقدر تستخدم الليست وتتعامل معها على انها استاك فمثلا هنا هنعرف متغير اسمه browsing session ونحطه في الاول بقيمة فضية لو المستخدم زر الموقع رقم واحد ساعتها هنقدر نستخدم دلة الابند علشان نضيف عنوان الموقع الحالي للليست بتاعتنا دلوقتي هنتخيل ان المستخدم بعد كده زر الموقع رقم اتنين وبعده الموقع رقم 3 خلينا نبص على الليستاك بتاعتنا دلوقتي لما نطبعها هنلاقي قائمة فيها 3 عناصر دلوقتي لما المستخدم يدوس على زر رجوع المفروض نحذف اخر عنصر في الليست دي صح؟ فلو عايزين نحذف اخر عنصر هنستخدم دلة اسمها البوب اللي بتشيل اخر عنصر وتعيده فاحنا ممكن نخزنه في متغير هنا وخلينا نطبعه بالشكل ده هنلاقي هو التلاتة وبعد كده لو طبعنا القائمة تاني هنلاقي ان العنصر التالت اتشال وعندنا عنصرين بس طيب علشان نرجع المستخدم للموقع اللي كان عليه قبل كده اللي هو العنصر اللي فوق في الليستاك او اخر عنصر في الليست لو انت فاكر فالعنصر ده كنا بنوصله بسهولة عن طريق الاندكس السالب فهنستخدم براوسنج سيشن اوف سالب واحد علشان نرجع اخر عنصر وممكن نكتب حاجة هنا لتوضيح مثلا زي ري دايريكت خلينا نشوف النتيجة لما المستخدم يضغط على زر الرجوع بيرجع للموقع اللي قبله اللي هو الموقع رقم اتنين دلوقتي عايزين نتحقق لو الليستاك فاضي ولا لا لو فاضي محتاجين نلغي زر الرجوع الموضوع ده سهل جدا في بداية الكورس كنت تعلمت عن القيم اللي اسمها فالسي فاليوز زي الرقم صفر والسترينج الفاضي واللست الفاضي كل دول بيرجعوا فالس لما نطبق عليهم النوت أوبريتور هتبقى true فلو طبقنا النوت على القيمة الفاضية هترجع true فعلشان نشوف اذا كان الليستاك فاضي ولا لا فهنكتب الكود زي كده if not browsing session وهنا ممكن نلغي زر الرجوع طيب خلينا نلخص اللي قولناه احنا استخدمنا الدلق ابند علشان نضيف عنصر فوق في قمة الليستاك واستخدمنا bob علشان نشيل العنصر اللي فوق برضو في قمة الليستاك واستخدمنا الاندكس السالب علشان نقدر نوصل لقيمة العنصر الموجود حاليا في قمة الليستاك وبالطبع قبل ما نعمل كده محتاجين نتحقق لو الليستاك فاضي ولا لا لانه لو فاضي وشغلنا الكود ده هيظهر خطأ علشان كده هنتحقق الاول بشرط if not browsing session ساعتها نقدر نجيب قيمة العنصر الموجود حاليا في قمة الليستاك فدي كده باختصار يا شباب العمليات اللي ممكن نعملها على الليستاك في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الليستاك وقلنا انها بتشتغل بنظام اللييفو اللي هو last in first out عندنا data structure تاني مفيد جدا واسمه الكيو او الطابور وده بيشتغل بنظام الفيفو او الفيفو اللي هو first in first out الكيو زي الطابور الموجود في الحقيقة فكر في الطابور اللي قدام مطعم مثلا اول شخص في الطابور هو اول واحد دخل الطابور وهو كذلك اول واحد بيخرج منه دلوقتي تقنيا ممكن نستخدم قيمة او لست برضو في بايثون علشان نعمل الكيو لو عندنا مثلا كيو فيها 3 عناصر وعايزين نشيل عنصر منها المفروض نشيل العنصر اللي في البداية مش اللي في النهاية يعني نشيل الاول وبعده التاني وبعدين التالت طيب لو انت بتتعامل مع قيمة كبيرة ممكن اداء البرنامج بتاعك يتأثر بشكل كبير دل ان كل مرة بتشيل عنصر من البداية باقي العناصر بتتحرك لليسار يعني لو عندك قيمة فيها الف عنصر وكل مرة تشيل عنصر لازم باقي الالف عنصر يتحركوا في الزاكرة في الحالة دي من الاكفأ انك تستخدم حاجة اسمها دي كيو اوبجيكت خليني اوضح لك اول حاجة هنستورد الدي كيو من موديول الكوليكشنز هنتكلم عن الموديول زي بعدين في الكورس ان شاء الله لكن تخيل ان الموديول ده هو زي صندوق كده او حاوية فيه كود جاهز للاستخدام على طول فهنكتب from collections وده اسم الموديول بتاعنا هنعمل import او هنستورد الدي كيو واللي هو عبارة عن كلاس تاني ان شاء الله هنتكلم عن الكلاسز لاحقا في الكورس ان شاء الله طيب دلوقتي عملنا import للدي كيو فبدل بقى منعرف متغير ونخليه بيساوي لست فاضية بالشكل ده لأ المفروض نحيط اللست ده بالدي كيو اوبجيكت فهنكتب دي كيو ونمرر اللست الفاضية كارجومنت الدي كيو اوبجيكت ده لو نفس الدوال الموجودة في اللست اوبجيكت برضو فنقدر نستدعي دلة الابنت علشان نضيف عناصر وخلينا نضيف كازة عنصر مثلا واحد واثنين وتلاتة طيب لو عايزين نشيل عنصر من بداية الكيو هنستخدم دلة البوب ليفت لاحظ الدلة دي مش موجودة في اللست العادية طيب بعد ما نشيل عنصر خلينا نبص على الكيو هنلاقي العنصر الاول اتشال وباقي عندنا باقي العناصر جميل جدا كمان زي اللستس العادية ممكن نعرف اذا كان الكيو فاضية باستخدام النوت اوبريتور فلو قلنا اف نوت كيو ده معناه ان لو الكيو فاضية ساعتها ممكن نطبخ حاجة مثلا زي ام بيتي مثلا وده كده كل اللي محتاج تعرفه عن الكيوز خلال الكورس ده اتكلمنا عن التوبل زي كذا مرة وهنبص عليها بشكل اعمق دلوقتي ان شاء الله التوبل شبه اللست كده ولكن مع اختلاف اننا بنستخدم التوبل علشان تحتوي على سلسلة من الكائنات لكن ما ينفعش نعدل في السلسلة دي يعني ما ينفعش نضيف كائن جديد وما ينفعش نشيل كائن موجود وكمان ما ينفعش نعدل في اي كائن جواها طيب خلينا نبدأ بتعريف طوبل جديدة نسميها بوينت مثلا بدل ما نستخدم السكوير براكتز زي الليستس هنستخدم البرانثيسيز الاقواس العادية علشان نعرف الطوبل فخلينا نضيف شوية ارقام هنا نتخيل انها بتمثل مثلا قيم لx و y بتوع النقطة دي كمان ممكن نشيل الاقواس اثناء التعريف وبيصن مازال برضو هيشوف الكلام ده على انه طوبل خليني اواريك دلوقتي هنتبع نوع الpoint ونشغل البرنامج تقدر تشوف انه من نوع طوبل طيب لو عاوز تعرف عنصر واحد بس على انه طوبل فلازم تضيف الكومة او فصلة في الاخر وإلا بيصن هيفتكر انك بتعرف انتجر يعني لو شغلت الكود ده هتشوف ان الpoint بقت انتجر لكن لو ضفنا كومة في الاخر هنا بيصن دلوقتي هتعامل ده كطوبل كمان لو عاوزين نعرف empty طوبل طوبل فضية هنستخدم اقواس فضية تعالوا نشغل الكود ده مرة تانية وهتشوفوا ان الpoint لسه طوبل برضو دلوقتي زي ما بنعمل في اللستس نقدر نعمل concatenation او دمج بين اكتر من طوبل يعني لو عندنا طوبل واحدة نقدر ندمجها مع طوبل تانية بالشكل ده وخلينا نطبع النتيجة دلوقتي عندنا طوبل واحدة مكونة من واحد واثنين وثلاثة واربعة برضو ممكن نستخدم الملتبليكيشن اوبريتور علشان نكرر طوبل معينة فلو شغلت الكود ده هيظهر لك طوبل مكررة من واحد واثنين تلاث مرات واربعة بالشكل ده طيب دول كده يا شباب الطرق المختلفة علشان تنشئ طوبل كمان تقدر تحول لست معينة لطوبل فلو عندك مثلا لست فيها رقمين وعايزين نحولها لطوبل هنستخدم الطوبل فانشن فزي ما انت شايف الدلة دي بتاخد اترابل هنا فتقدر تمرر لها اي اترابل وهي هتحوله لطوبل فده مثال هنا وخلينا نطبع البوينت ودلوقتي البوينت بقت طوبل من الرقمين دول تقدر كمان تمرر استرينج زي هلو وورلد مثلا وعلشان استرينج يعتبر اترابل يعني تقدر تلف عليه فدلوقتي هنحصل على طوبل مكونة من 11 حرف بالشكل ده طيب خلينا نرجع ده لطوبل بسيطة زي الليست برضو نقدر نجيب عناصر معينة باستخدام الاندكس يعني ممكن نجيب العنصر الاول اللي هو الاندكس بتاعه رقم 0 او ممكن نجيب نطاق من العناصر زي العناصر من اندكس 0 لاندكس 2 وده بيرجع طوبل جديدة بالعناصر دي بس كمان نقدر نعمل امباك او تفكيك للطوبل فمثلا ممكن نعرف تلات متغيرات اكس وواي وزد ونخليهم بيساوي البوينت وزي الليست برضو نقدر نستخدم الان اوبريتور علشان نتأكد من وجود عنصر معين جواها يعني مثلا اف لو الرقم 10 موجود في البوينت ساعتها هنطبح حاجة معينة بس تفتكر زي ما قلتلك ان التوبلز غير قبلة للتعديل او immutable يعني لو حاولت اعدل في البوينت اوف صفر واحطي فيها رقم جديد لاحظ لو شغلت الكود هيظهر type error واللي بيقول ان كائن التوبل ده ما بيدعمش الايتم assignment علشان كده هتلاحظ انه في التوبلز علعكس الليست مفيش عندنا دوال علشان تضيف كائن جديد او تشيل كائن موجود طيب ممكن تسأل نفسك امتى ممكن نستخدم التوبلز في الحياة الوقعية خد القعدة العامة البسيطة دي لو بتتعامل مع سلسلة من الكائنات او العناصر وعايز تتأكد انك مش هتعدل في السلسلة دي عن طريق الخطأ مثلا او اي حد تاني ممكن يستخدم البرنامج بتاعك زي انك عاوز السلسلة دي محدش يقدر يديف فيها كائن جديد عن طريق الخطأ او تشيل كائن موجود لا عاوز تحتفظ بالعناصر دي زي ما هي كده يبقى ساعتها بدل ما تستخدم الليست استخدم التوبل علشان تمنع الاخطاء دي طيب دلوقتي خليني قريكم حاجة ظريفة جدا في بايسون عرف متغيرين x و y دلوقتي عندنا تمرين مشهور بنطلبه من الناس اللي بتبدأ تتعلم البرمجة وهي انها تكتب كود علشان تبدل قيمة متغيرين واللي بنسميه السوابنج طيب لو مش عارف تعمل كده وقف الفيديو وفكر فيها دقيقة الحل ببساطة هو اننا هنحتاج لمتغير تالت مؤقتا علشان نبدل بين الاتنين فعرف متغير زي z مثلا وحط فيه قيمة x وده علشان نكون واغدين نسخة احتياطية من x في البداية في المتغير z دلوقتي نقدر نغير قيمة x لقيمة y يعني نحط x بتساوي y وبكده نسخنا قيمة y وحطيناها في x دلوقتي القيمة القديمة بتاعة x موجودة في z فهنستخدمها علشان نغير بيها قيمة y فبالثلاث خطوات دول نقدر نبدل القيم بين اي متغيرين لو طبعنا x و y دلوقتي هنشوف ان x بقت 11 و y بقت 10 طيب دلوقتي عندي خبر حلوي ليك في بايسون نقدر نبدل القيم بين متغيرين باستخدام سطر وكود واحد وبدون متغير ثالث هوريك ازاي بدل ما نكتب الثلاث خطوات دول ببساطة نقدر نكتب x و y بتساوي y و x دلوقتي لو شغلت الكود هنحصل على نفس النتيجة بالزبط طيب خليني اشرح لك ايه اللي بيحصل خلف الكواليس في السطر ده على الجانب اليمين من علامة اليساوي احنا بنعرف توبل زي ما شرحت لك في الدرس اللي فات لما بنعرف توبل ممكن نستخدم الاقواس او نستغني عنها فالكود ده بالزبط بيعتبر اننا بنعرف توبل زي كده فيها القيمتين y اللي هي 11 وقيمة x اللي هي 10 بعد كده بايثون في السطر ده بيعمل تفكيك بحيث x تبقى 11 و y تبقى 10 وعلشان كده نقدر بالسطر البسيط ده نعمل اسواب او تبديل بين قيم المتغيرات بسهولة وللسبب ده برضو نقدر نعرف اكتر من المتغير في نفس السطر مثلا نقدر نكتب a و b بيساوي 1 و 2 فمرة تانية بنعرف توبل وبنفكها على الجانب الشمال وده بيعني ان ايه هتبقى واحد و b هتبقى اتنين طيب كده اتعلمنا حاجات كتير عن الليستس في بايثون الليستس مفيدة جدا لكن لو بتتعامل مع مجموعة كبيرة من الارقام ففيه نوع بيانات تاني في بايثون اسمه array واللي بياخد مساحة اقل وبيشتغل اسرع شوية لكن الفرق ده بيظهر فقط لما تكون بتتعامل مع عادة ضخمة من الارقام مثلا 10 تلاف رقم او اكتر يعني في 90% من الحالات هتستخدم الليست ومش مضطر تستخدم ال array لكن لو شغلت البرنامج بتاعك وظهرت مشكلة في الاداء وقتها ممكن تشوف اذا كان الحل هو استبدال الليست ب array ولكن لو مواجهتش اي مشاكل في الاداء فنصحت ليك انك ما تحاولش تعمل optimization عالفاضي بمعنى اخر ما تتفزلكش علشان تحل مشاكل هي اصلا مش موجودة طيب خليني اواريك ازاي تستخدم الاريز في بايثون عندنا موديول اسمه array وفيه class بنفس الاسم فهنستدعيها بالشكل ده طيب دلوقتي هنستدعي الاري وبص معايا على اول برامتر واللي هو اسمه type code واللي عباره عن string بيحدد نوع الكائنات جوه الاري لو فتحت جوجل ودورت على python 3 type code وضغطت على اول رابط هتلاقي جدول بيظهر لك كل الtype codes في بايثون الكود ده عباره عن حرف واحد بيحدد نوع الكائنات الموجودة في اللست فمثلا لو بتتعامل مع signed integers واللي هي ارقام صحيحة موجبة وسلبة استخدم الحرف الصغير i فدلوقتي هنضيف الحرف i هنا وبعدين كارجيومنت تاني هنمرر لست فيها ارقام صحيحة فهنشيل اللست دي من هنا ونحطها جوه الاري دلوقتي عندنا الري هنسميها مثلا numbers في الكائن ده زي اللستس في دوال لاضافة كائنات جديدة او لازالة كائنات موجودة زي الابند لاضافة رقم في نهاية الاري او ممكن نستخدم insert لاضافة رقم في اندكس او مكان معين برضو عندنا بوب وعندنا ريموف بالضبط زي اللستس كمان نقدر نوصل للعناصر باستخدام الاندكس يعني نقدر نجيب اول عنصر في الاري بالشكل ده لكن خد بالك بقى على عكس اللستس الكائنات في الاري لازم تكون من نوع محدد يعني هنا كل الكائنات لازم تكون ارقام صحيحة لو حاولت تحط floating point number مثلا او اي نوع بيانات تاني هيطلع خطأ خليني اري هغير اول عنصر لone point 0 فدلوقتي لما نشغل البرنامج هيطلع type error ماينفعش احط قيمة عشرية في اري بتشيل بس اعداد صحيحة ده لان النوع بيتم تحديده وقت انشاء الاري زي ما شفنا باستخدام الtype code فعلشان نلخص استخدم الاريز بس لو كنت بتتعامل مع كمية كبيرة من الارقام وحسيت بمشاكل في الاداء اما في الحالات العادية استخدم اللستس والتوبلز بشكل افتراضي في بايثون عندنا نوع تاني من هيك الابانات او ال data structures اسمه set وده عبارة عن مجموعة من العناصر اللي ما فيهاش تكرار يعني لو عندنا list فيها ارقام وفيها عناصر مكررة زي كده فلو عايز تشيل التكرار ممكن تحول الليست دي الى set فدلوقتي هعرف متغير اسمه unix مثلا هنستدعي ال set function وهنمرر ال numbers list دلوقتي لما نطبع الناتج هنشوف بس العناصر اليونيكس او الفريدة يعني مش هيبقى فيه تكرار للرقم واحد مثلا كمان لاحظ اننا بنستخدم ال curly braces علشان نعرف ال sets فهنا مثلا ممكن نعرف set تانية باستخدام ال curly braces وفيها عنصرين واحد واربعة زي الليستس برضو ممكن نضيف عناصر جديدة لل set او نشيل عنصر موجود يعني هنا ممكن نستدعي second.add علشان نضيف رقم جديد او نستخدم remove علشان نشيل عنصر كمان ممكن نستخدم ال lin function علشان نعرف عدد العناصر الموجودة في ال set فدي كده الاساسيات يا شباب لكن ال sets نقطة تمييزها في ايه بقى يا رئيس ال sets بتتميز جدا في العمليات الرياضية اللي بتدعمها خليني اوريك هحزف ال 3 سطور دول كده وهنعيد تسمية اليونيكس لفيرست مثلا دلوقتي عندنا two sets واحدة اسمها فيرست والتانية اسمها second دلوقتي نقدر نحصل على union او اتحاد لل sets دي باستخدام ال vertical bar من الكيبورد بالشكل ده التعبير ده هيرجع set جديدة فيها كل العناصر سواء الموجودة في الفيرست او السكند خليني اوريك هنطبع النتيجة بس خليني نغير الاربعة دي الخمسة دلوقتي لما نشغل الكود هنشوف ان اتحاد ال two sets دول هو set جديدة فيها كل العناصر اللي موجودة في ايا من الفيرست او السكند كمان نقدر نحصل على ال intersection او التقاطع لل sets يعني لو طبعت first and second ده هيرجع set جديدة فيها العناصر بس اللي موجودة في كلتا المجموعتين او ال two sets دول فهنا هنلاقي ان العنصر الوحيد اللي موجود في الاثنين هو واحد نقدر برضو نحسب الفرق بين ال two sets يعني لو طبعنا first نائس second ده هيرجع القيم اتنين وثلاثة واربعة يعني العناصر الموجودة في الفيرست بس ولكن مش موجودة في السكند واخيرا عندنا symmetric difference يعني لو طبعنا first وبعدين علامة التمانية دي بعدين second ده هيرجع العناصر اللي موجودة اما في الفيرست او في السكند ولكن مش موجودة في الاثنين يعني لما نشغل الكود ده هنشوف القيم اتنين وثلاثة واربعة وخمسة حاجة مهمة لازم تعرفها عن ال sets انها مش مرتبة زي الليستس يعني العناصر مش بتيجي بترتيب معين وده معناه اننا ما نقدرش نوصل لاي عنصر باستخدام ال index يعني مثلا لو حاولت اطبع first of 0 هيطلع خطأ في وقت تشغيل لان ال set مش بتدعم ال indexing فلو عاوز تحط العناصر بالترتيب وتوصلها بعد كده بال index ساعتها هتستخدم الليست لكن مع ال sets غالبا بنستخدم العمليات دي وبنستخدم ال sets في الغالب علشان نتحقق من وجود عنصر معين من عدمه يعني مثلا ممكن نتأكد لو الرقم واحد موجود في المجموعة first وساعتها نطبع yes باختصار ال set هي مجموعة غير مرتبة من العناصر الفريدة يعني العناصر فيها لا تتكرر والعناصر فيها غير مرتبة يعني ما نقدرش نوصل للعنصر باستخدام ال index وال set بتستخدم في الغالب علشان نتحقق من وجود عنصر معين من عدمه في بايثون عندنا هيكل بنات قوي جدا اسمه dictionary وده عبارة عن مجموعة من key value pairs بنستخدمه علشان نعمل map أو نربط key معين بقيمة أو value معينة مثال حقيقي على ده هو phone book أو دليل الهاتف اللي بنستخدم فيه اسم الشخص كkey أو كمفتاح والvalue أو القيمة اللي عاوز أوصل لها بتكون هي معلومات الاتصال الخاصة بالشخص ده دلوقتي فليني أوريك إزاي نتعامل مع الدكشنرز في بايثون فهنعرف متغير اسمه point مثلا وممكن نخليه dictionary فاضي أو ممكن نضيف key value pairs جوه هديك مثال هنضيف x بقيمة واحد و y بقيمة اثنين في المثال ده أنا بستخدم string في اسم الكي وانتجر أو عدد صحيح في الvalue في بايثون نقدر نستخدم أنواع غير قابلة للتغيير mutable types بس كkeys وغالبا بنستخدم strings أو numbers كkeys لكن الvalue ممكن تكون من أي نوع مفيش أي قيود طيب دي طريقة لتعريف الدكشنري كمان ممكن نستخدم الدكت فانشن زي برضو ما عندنا اللست والتوبل والست فانشنز كمان عندنا الدكت فانشن اللي بنقدر نستخدمها علشان ننشئ دكشنري فدلوقتي هعيد تعريف الpoint باستخدام الدكت فانشن طيب دلوقتي لما نستدعي الدالة دي بندخل keyword argumentus فاكر الkeyword argumentus من الدروس اللي فاتت مثلا x بيساوي واحد ده keyword argument كمان ممكن نخلي y بتساوي اثنين لاحظ بقى الاختلاف بين الطريقتين في عمل الدكشنري انا شخصيا بفضل الطريقة التانية دي علشان مش بنحتاج نتعامل مع codes او علامات التنصيص وكمان بشوف الصيغة دي انضف واقصر طيب دلوقتي عندنا دكشنري ونقدر نحصل على الvalue المرتبطة بkey معين باستخدام الindex يعني مثلا point of x لاحظ بقى ان الindex هنا هو اسم الكي وبما ان الدكشنري هي مجموعة من الكي value pairs فمش ممكن نستخدم الindex المرقم زي ما بنعمل مع الليستس فكده هنا بنحصل على الvalue المرتبطة بالمفتاح او الكي ده اللي هو الexkey خلينا نطبع ده على الترميل هنلاقي الناتج واحد بنفس الطريقة ممكن نغير قيمة اكس لقيمة جديدة بعد كده هنطبع الدكشنري بتاعنا هنلاقي ان الex بقت 10 و y مزالت ب2 جميل جدا ممكن كمان بنفس الطريقة نضيف key جديد فخلينا نضيف z مثلا بقيمة 20 وبعدين نطبع الpoint فدلوقتي عندنا 3 key value pairs طيب لما نيجي نقرأ قيمة معينة لو استخدمنا invalid key او key غير موجود هيظهر خطأ يعني لو بحسنا عن value للعنصر اللي الكي بتاعه ايه وطبعنا ده هنشوف الخطأ ده key error وفي حلين للموضوع ده الحل الاول هو اننا نتأكد من وجود الكي يعني f a in point ساعتها هنجيب الvalue للعنصر اللي الكي بتاعه ايه ونطبعها ودلوقتي مش هنشوف خطأ في البرنامج الحل التاني هو استخدام الget method فبدل ما بنستخدم البركتس واسم الكي هنستدعي الget method وهنا هنمرر اسم الكي هنطبع ده فلاحظ لو الكي مش موجود بشكل افتراضي بيرجع none او ممكن ندخل default value او قيمة افتراضية كارجيومنت تاني يعني هنقوله لو سمحت لو ما فيش عنصر بالكي اللي اسمه ايه رجع صفر بشكل افتراضي دلوقتي هنشوف الناتج هنلاقيه صفر جميل جدا طيب علشان نمسح عنصر بنستخدم ال del او delete statement يعني delete point of x ودلوقتي لما نطبع ال point هنلاقي ان ال x اختفى وفضل بس y و z فدي كده العمليات الاساسية على الدكشنرز بنقدر بسهولة نضيف عناصر جديدة نمسح العناصر الموجودة ونعمل look up او بحث عن العناصر باستخدام الكي واخيرا خليني اواريك ازاي نعمل loop على الدكشنرز يعني لو كتبنا مثلا for x in point خلينا نشوف هنطلع بايه هنلاقي y و z فهنا في كل تكرار اللوب variable اللي هو x هيبقى فيه الكي للعنصر فالافضل هنا نسميه key بعد كده ممكن نطبع key وكمان ال value المرتبطة بيه يعني هنكتب point of key فزي ما شايف y ب 2 و z ب 20 فيه طريقة تانية علشان نعمل iterate على الدكشنرز هنا ممكن نستدعي ال point.items دلوقتي خلينا نسمي key باسم x وهنطبع x خلينا نشوف هنطلع بايه فلاحظ في كل تكرار بنحصل على topel وبيكون في التوبل ده key و value فممكن ببساطة زي ما تعلمنا نفكهم هنا مباشرة بنقدر نستخرج الكي وال value بالشكل ده ونتبعهم بعد كده بكل بساطة هنا لما نشغل البرنامج هنطلع بنفس النتيجة طيب بص كده على الكود ده في الاول احنا بنعرف list فاضية بعدين بنعمل loop باستخدام range object في كل تكرار بنجيب x ونضربه في اتنين وبعدين نضيفه للlist بتاعتنا زي ما قلتلك قبل كده لما تلاقي النمط ده في الكود بتاعك ممكن تستخدم الماب function او بشكل افضل ممكن تستخدم list comprehension فخلينا نراجع الموضوع ده الصيغة الخاصة بالlist comprehension بتكون جوه square brackets علشان نعرف list والتعبير بيكون بالشكل ده expression for item in items يعني بنعمل تكرار على حاجة قابلة للتكرار اتربل يعني في كل تكرار بناخد item وننفذ عليه حاجة معينة طيب في المثال ده ايه هي الحاجة القابلة للتكرار هي range object اللي بيرجع من range function لذلك هنا كده هتكون هي range of five طيب ايه هو اللوب variable اللي بيشيل قيمة واحدة كل مرة هو الـ x واخيرا ايه هو الـ expression او التعبير احنا بنضرب x في اتنين وبكده ممكن نخزن النتيجة في متغير مثلا اسمه values كده السطر ده من الكود بيعمل نفس اللي بتعمله الثلاث سطور اللي فاتت فخلينا نمسحهم دلوقتي الـ comprehension دي مش محصورة على listes بس ممكن كمان نستخدمها مع الـ sets والـ dictionaries فلو دلوقتي استبدلنا الـ square brackets بـ curly braces هنحصل على set خلينا نطبع values وهنلاقي set او مجموعة من الاعداد الزوجية بالشكل ده تمام طيب السؤال ايه الفرق بين الـ set والـ dictionary من ناحية الـ syntax او طريقة الكتابة في الاتنين بنستخدم curly braces ولكن في الـ sets بنحط قيم بس اما في الـ dictionaries بنحط key value bears اللي بتفصل بينهم بنقطتين او colon فممكن نربط مثلا رقم معين واحد بالحرف A واثنين بالحرف B وهكذا وبكده نقدر بسهولة نستخدم تعبيرات الـ comprehension علشان ننشئ dictionary objectives فهنا في التعبير ده كل اللي محتاجين نعمله دلوقتي هو اننا نغير الـ expression بحيث يبقى فيه key value bear مثلا ممكن نخلي X هو الكي و X في اتنين هو الـ value دلوقتي هنمسح السطرين دول ونحفظ التغييرات ونشغل الكود هنلاقي dictionary فيها key value bears دول زي ما قلنا تمام جدا طيب دلوقتي بدل ما نعرف dictionary فاضي وبعدين نعمل تكرار على حاجة قابلة للتكرار وفي كل تكرار نضيف حاجة للـ dictionary زي values of X بتسوي X مضروبة في اتنين فلما تلاقي النمط ده كده في الكود بتاعك ممكن تستخدم بداله dictionary comprehension فعلشان نلخص نقدر نستخدم الـ comprehension مع listes والsets والdictionaries طيب ايه الوضع مع الطوبلز خلينا نشوف هنمسح الـ key value bear دول وهنستخدم بس الـ X في اتنين وكمان هنغير الكيرل بريس لبرانثيسيز او اقواس عادية علشان نعاوزين نعمل طوبل وخلينا برضو نمسح السطور دي وتعالوا نشغل البرنامج مش بنحصل على طوبل ايه اللي حصل هنا اللي بنحصل عليه حاجة اسمها generator object وده ان شاء الله هيكون موضوع المحاضرة الجاية هنا بننشئ قيمة باستخدام list comprehension expression بالشكل ده بعد كده بنعمل لوب على الارقام اللي في القيمة دي ونطبعهم لما نشغل البرنامج ده بنحصل على الارقام الزوجية من صفر لحد 18 طيب الكلام ده شغال تمام لكن في بعض الحالات ممكن تشتغل على مجموعة بيانات كبيرة جدا او يمكن كمان تكون مجموعة بيانات غير منتهية infinite stream of data في الحالات دي مش من المنطقي انك تخزن كل القيم دي في الذاكرة لان ده هيستهلك الذاكرة بشكل كبير جدا على سبيل المثال ممكن بدل ما نكتب range of 10 هنا ممكن نكتب range of مليار مثلا مش عايزين نخزن مليار كائن في الذاكرة ده بياخد مساحة ضخمة جدا في الحالات دي بيكون اكثر كفاءة انك تستخدم حاجة اسمها ال generator object ال generator object هو حاجة قابلة للتكرار اترابل فزي القوائم بنقدر نعمل لوب عليها وفي كل تكرار بتولد او بتخرج قيمة محددة ولكن على عكس القوائم مش بتخزن كل القيم دي في الذاكرة لكنها بتولد قيمة جديدة مع كل تكرار خليني اوريك ازاي ده بيشتغل هنا هنغير ال square brackets دي ونخليها parentheses اقواس عادية ونحفظ التغييرات ونشغل البرنامج هنلاقي نفس النتيجة لكن ال values دلوقتي لم تعد list او قائمة خد بالك دي باقة generator object خليني اوريك لما نطبع values ونشغل البرنامج هنلاقي ان ده generator object فزي ما انت شايف ال generator object قابل للتكرار نقدر نعمل لوب عليه في كل تكرار بيخرج لنا قيمة جديدة اللي مثير للاهتمام هنا بقى هو حجم ال generator objects دي خليني اوريك ازاي تقدر تطلع حجم كائن معين في الاول من السيس موديول محتاجين نستورد دلة اسمها get size off دلوقتي عندنا هنا ال generator object خلينا نغير ال range لالف مثلا وبعدين هنطبع حجم الكائن ده فهحذف كل حاجة هنا واكتب دلة ال get size off وهمره للدلة دي ال generator object بتاعنا وبعدين نطبع النتيجة خلينا برضو نضيف عنوان هنا نقول generator مثلا ونشغل البرنامج هنلاقي ان ال generator object بتاعنا بياخد حوالي 200 بايت من الذاكرة طيب ماذا لو غيرنا ال range لعشر تلاف خلينا نشغل البرنامج هنلاقي ان حجم ال generator object ثابت وده شيء جميل جدا وده على العكس لو استخدمنا ال list comparison فلو استخدمت ال list هتلاقي انك بتحصل في الاخر على قائمة فيها 100 الف عنصر فعلي موجودين في الذاكرة خليني اواريك هنسخ السطر ده ونقرره هنا ونغير الاقواس ل square brackets دلوقتي عندنا list خلينا ننسخ السطر ده كمان ونغير العنوان ونشوف حجم ال list نشغل البرنامج ال list واخده اكتر من 800 الف بايت من الذاكرة مقارنة بال generator object اللي بياخد 200 بايت بس فعلشان كده في الحالات اللي بتتعامل فيها مع مجموعة بيانات كبيرة جدا او عدد غير منتهي من سلاسل البيانات استخدم ال generator expression علشان تعمل generator object وده بنعمله لو استخدمنا الاقواس العادية البرانتيسيز حوالين ال comprehension expression طيب خلي بالك ان ال generator object مش بتخزن كل العناصر في الذاكرة علشان كده مش هتقدر تطلع العدد الكل للعناصر اللي بتتعامل معه مثلا هنا خلينا بس نخلي هنا ال generator object ونطبع ال lin او tool values خليني اشغل الكود ده هنلاقي اننا بنحصل على error خلينا نبص عليه object of type generator has new lin وده لاننا مع ال generator object مش بنقدر نطلع العناصر بتاعته غير اسناء ما بنعمل loop على ال generator object فمش هنقدر نعرف مسبقا عدد الكائنات او العناصر اللي ال generator هتطلعها في القسم ده اتعلمت حاجات كتير عن data structures في بايسون واحدة من العمليات اللي بتبقى مفيدة لما تشتغل مع الهياكل دي هي ال unpacking operator خليني اواريك ازاي ده بيشتغل فمسلا لو عندنا قائمة ارقام زي 1 و 2 و 3 لو طبعنا القائمة دي هتظهر لنا كقائمة في الترمينال لكن ماذا لو عايزين نطبع كل رقم لوحده بمعنى عايزين نطلع نتيجة زي دي لما نشغل البرنامج هنلاقي ان مفيش square brackets ومفيش كومة احنا بنتبع كل عنصر في القائمة لوحده علشان نحقق ده ممكن نستخدم ال unpacking operator كل اللي علينا نعمله هو نحط ال variable ده بعد ال unpacking operator او النجمة دي بالشكل ده في ال javascript برضو عندنا حاجة شبيهة بكده اسمها spread operator اللي هو 3.4 وده نفسي الفكرة بالضبط فهنا بنفك الحاوية او الكنتينر ده وناخد العناصر الفردية اللي فيه ونمررهم كارجيومنتس وراء بعض لدلة ال print دلوقتي لما نشغل البرنامج بنحصل على نفس النتيجة استخدام تاني مفيد للعملية دي هو لما نكون بننشئ قوائم فمثلا لو عايزين نعمل قائمة بالارقام من صفر لخمسة انت عارف ان دلة ال range بترجع range object فمحتاجين نحولها لقائمة وبعدين نخزن النتيجة في ال variable ده دلوقتي خلينا نطبعها بنحصل على الارقام من صفر لاربعة جميل في الحالة دي بدل ما نستدعي دلة ال list ممكن نستخدم ال unpacking operator فنستدعي range of 5 وده بيرجع اترابل صح الميزة بقى في ال unpacking operator هو اننا نقدر نفك اي اترابل مش لازم يكون قائمة فاحنا بنفك ال اترابل ده بمعنى اننا بناخد القيم الفردية اللي فيه وراء بعض وساعتها ممكن نحطهم في list واخيرا هنخزن النتيجة هنا بنفس الطريقة برضو ممكن نفك string فمثلا نفك string زي hello مثلا دلوقتي خلينا نبص على نتيجة فاحنا عندنا الارقام من صفر الى اربع ولاننا فكنا ال string hello بنحصل على الحروف الفردية ونحطهم في list بتاعتنا فدي بعض الحيال الممتعة اللي نقدر نعملها في python اللي على حد علمي مش موجودة في كتير من اللغات المشهورة خلينا نبص على مثال تاني باستخدام العملية دي نقدر ندمج قوائم متعددة فهنا ممكن يكون عندنا قائمة وبعدها قائمة تانية دلوقتي علشان ندمج القائمتين دول نقدر نفك اول واحدة وبعدها التانية كمان ممكن نلعب شوية ونضيف حاجة في النص او نفك string في الاخر زي hello فده شيء قوي جدا في python كمان نقدر نفك لكن محتاجين نستخدم نجمتين two asterix خليني اقارك هعرف dictionary واحد هنا هنضيف key value bear هنا دلوقتي هنضيف dictionary تاني لاحظ هقرر x هنا لكن بقيمة مختلفة وكمان هنضيف y دلوقتي علشان ندمج two dictionaries دول نقدر نستخدم الباكينج أوبريتور فهننشئ dictionary فاضي ونفك اول dictionary ده هياخد كل key value bears في اول dictionary وبعدين نفك الدكشنري التاني كمان ممكن نضيف key value bear تاني براحتنا دلوقتي خلينا نطبع النتيجة جميل واخد بالك ان قيمة x بقت عشرة وده اللي عاوز اقوله لك ان لو عندك عناصر متكررة بنفس المفتاح اخر قيمة هي اللي بتتاخد فللتلخيص يا شباب نقدر نستخدم الباكينج أوبريتور علشان ناخد القيم الفردية من اي اترابل تمام دلوقتي جي وقت التمرين يا شباب التمرين ده واحد من المفضلين عندي لانه من الاسئلة اللي بتستخدمها الشركات الكبيرة زي مايكروسوفت وامازون وجوجل في كتير من المقابلات بتاعتهم فمثلا لو عندنا تيكست او نص ازاي ده فعايزك تكتب برنامج علشان تلاقي اكتر حرف متكرر في النص ده وقف الفيديو اشتغل على التمرين لمدة خمس او عشر دقايق لما تخلص ارجع وكمل المشاهدة طيب ازاي نحل المشكلة دي في الاول محتاجين نعرف عدد تكرار كل حرف بمجرد ما يكون عندنا المعلومة دي نقدر نلاقي اكتر حرف متكرر طيب ايه نوع المفيد لتخزين المعلومة دي هو الدكشنري لان الدكشنري هي مجموعة من الكي فاليو بيرز فهنا نقدر نستخدم الحروف كمفاتيح وعدد التكرار بتاعتها كقيمة للمفاتيح دي طيب هنبدأ بتعريف دكشنري فاضي وهنسميه شار او كراكتر فريكوانسي هنخليها امبتي دكشنري او دكشنري فاضي دلوقتي محتاجين نعمل فور لوب على السترينج ده كله ناخد كل حرف ونحدث الفريكوانسي او عدد مرات التكرار بتاعه في الدكشنري ده فهنكتب فور لوب فور تشار ان سنتنس الاول محتاجين نشوف اذا كان عندنا الحرف ده في الدكشنري بتاعنا لو مش عندنا فساعتها هنخلي التكرار بتاعه بواحد وإلا لو كان موجود اصلا فهنزود بس التكرار فلو الحرف موجود في التشار فريكوانسي لو كده ببساطة بنحصل على الفاليو او القيمة بتاعته زي ما تعلمنا بالشكل ده ونزودها بواحد else اما لو مش موجود فهنضيفه للدكشنري ونعين قيمته بواحد طيب خلينا نطبع الدكشنري بتاعنا ونشوف النتيجة لو شغلنا البرنامج هنشوف ان الحروف بتتقرر بعدد مرات مختلفة مثلا الحرف الكبير t بيتقرر مرة واحدة والحرف h بيتقرر مرة واحدة والحرف i بيتقرر خمس مرات وهكذا لكن شكل الاوبوت او الخارج ده كده شوية صعب في القراءة علشان كده هوريك حيلة علشان تخلي شكله اوضح وتقدر تفهمه بسهولة عندنا موديول اسمه pretty printing ففوق في الاعلى من الpprint موديول هنستورد دلة الpprint باستخدام الدلة دي هنقدر نتحكم اكتر في شكل الطباعة في الترمينال فهنا بدل استخدام دلة البرنت العادية هنستخدم الpprint وهنا كارجيومنت تاني للدلة دي هنمرر لها keyword argument اسمه width اللي بيحدد عدد الاحرف في كل سطر لو المخرجات مش مناسبة الدلة هتضيف فاصل سطر جديد خلينا نطبط ده على واحد ونشوف اللي هيحصل لما نشغل البرنامج هنلاقي ان ده كده طريقة افضل واوضح لطباعة الدكشنري دلوقتي عندنا كل المعلومات اللي محتاجينها علشان نحل المشكلة دي الخطوة التالية هي ترتيب الدكشنري حسب تكرار الحروف لكن زي ما قلتلك قبل كده الدكشنريز زي السيتس فهي unordered collections يعني العناصر فيها غير مرتبة ما نقدرش نوصلها بإندكس معين وبالتالي ما نفعش نرتبهم لكن اللي نقدر نرتبه هو إيه؟ هو الليست فعلشان كده هنحتاج ناخد العناصر الموجودة في الدكشنري ده ونحطهم في لست علشان نقدر نرتبهم طيب إيه اللي هنعمله ببساطة؟ هو إننا هناخد كل الكيفاليو بير ونحولهم لتوبل وبعدين نحطهم في لست وبكده هيكون عندنا في الآخر لست من التوبلز اللي نقدر نرتبها بسهولة طيب إزاي نعمل كده؟ ركز معايا كويس هنستدعي دلة السورتد زي ما اتعلمت قبل كده الدلة دي بتاخد إترابول وبتعمل له ترتيب فهنمرر لها هنا إيه؟ هنمرر لها اللي تشارف فريكوانسي دوت ايتمز اتعلمت قبل كده إن الدلة دي أو الميثود دي بترجع كل الكيفاليو بيرز اللي في الدكشنري ولكن بترجعهم كتوبلز وهو ده اللي إحنا عاوزينه فهنا دلوقتي لو طبعنا النتيجة دي هنشوف إننا عندنا لست من التوبلز في كل توبل عندنا عنصرين الأول هو الحرف والتاني هو التكرار بتاع الحرف ده لكن لاحظ إن الليست دي مش مرتبة لإن دلة السورتد مش بتعرف ترتبهم تلقائيا من نفسها لأ لازم نعمل حاجة زي ما قلت لك قبل كده نقدر نمرر الارجومنت التاني هنا باسم الكي نخليه بيساوي لمضة اللي هي دلة بدون اسم الدلة دي بتاخد الكي فاليو بير اللي هو هيكون التوبل أو العنصر كله وهترجع القيمة أو الفاليو بتاعته بس من العنصر ده اللي هي الكي في اوف واحد وده هو الفريكوانسي أو التكرار بتاع كل حرف والقيمة اللي هترجع دي هي اللي دلة السورتد هتستخدمها في الترتيب بعد كده تمام خلينا نشغل البرنامج مرة تانية دلوقتي هنشوف ان الليست مرتبة فالحرف تي هو الأقل تكرارا واللسبيس أو المسافة وكذلك الحرف اي هما الأكثر تكرارا طيب دلوقتي محتاجين نعكس الترتيب فهنرجع للسورتد فانكشن ونمرر لها كي وورد ارجومنت باسم ريفيرس وهنخليه بيساوي ترو نحفظ التغييرات ونشغل البرنامج مرة تانية دلوقتي كل العناصر مرتبة بترتيب تنازلي جميل جدا طيب بدل ما نطبع النتيجة على طول خلينا نخزنها في لست نديها اسم زي واخيرا أول عنصر في اللست دي هو هيكون الحل للمشكلة فببساطة هنطبع نحفظ التغييرات ونشغل البرنامج مرة تانية دلوقتي الحرف اي هو الأكثر تكرارا بتكرار خمس مرات طيب تحسين أخير في الكود بتاعنا ممكن نشوف الكود في السطر 12 طويل شوية وغير مقروق بوضوح البيب ايت أو قواعد البيب ايت برضو بتنصح أن أقصى عدد الحروف في السطر الواحد يكون 80 حرف فلو عندك سطر طويل شوية يفضل تأسمه لعدة أسطر علشان الكود يكون أسهل وأوضح في الكراءة فهنا هنكتب كل argument في سطر جديد بالشكل ده وده أفضل وبكده يا شباب نكون بفضل الله وصلنا لنهاية الجزء ده في الجزء الجاي إن شاء الله هنتعلم عن errors والexceptions الأخطاء والاتثناءات أتمنى تكون استمتعت معايا بالجزء ده وشكرا للمشاهدة انتظروني أخوكم صبري حسن مكرسات في البرمجة أسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة